الطارجتماترلي بأيضه الهو أهمية كبيرة الحقيقية طبعا بيعتمد على احنا كنا بنيقول إن احنا لازم التارجتمات تبقى هافي ماتل علشان يبقى فيه عندنا عدد كبير من الشيلز عشان تعمل انترو اكشن مع البروجيكت فعل الكترون كل ما احنا كان عندنا عدد من الشيلز اكتر كل ما عندنا الكترون اكتر كل ما كان الانترو اكشن دوت بيحصل بشكل مور افشيشن فنلاقي ان ان احنا زي ما احنا شايفين كده كل ما احنا بنعلم بالاطومك ننبر زي ما احنا شايفين مثلا ، يعني هنا مثلا الموليبتنون بنتكلم على مثلا اتهينة واربعين الروديم دنتكلم على خمسة أربعين بدتكلم على تانجسس aston означvre 74 أعلى بكتير وبالتالي بنشوف هنا احنا كل ما احنا علينا الأفيشنسي بتاع الـ بتاع الاصل الكمن بتاع التارغت كل ما كان الـ تاعة الـ GENERATION تاعة الـ X-ray أعلى. وبالتالي هنا عند نفس الـ ENERGY زي ما احنا شايفين هنا نفس الـ ENERGY بالضبط نفس الـ KVP هو واحد. هنا بيبقى الـ QUANTITY واضح نها بيزيد بشكل كبير جدا جدا مع الـ ATOMIC NUMBER بتاع الـ TARGET MATERIAL. طبعا هلاقي ان الـ GOLD مثلا اللي هو أعلى من الـ TONGESTON كمان هلاقي ان الـ EFFICIENCY تاعته أعلى كمان. بس طبعا زي ما احنا نتكلم بعد كده على الـ CONSTRUCTION بتاع الـ X-ray TUBES هلاقي ان الـ TARGET ده عادةً بيحصل له يعني تلف بيحصل له يعني فقدان بعد شوية نتيجة الـ BOMBARDMENT بتاع الـ ELECTRON PROJECTIES دي. وبالتالي مش منطقي نحنا نحط الـ TARGET مصنوع من الدهب. فعادةً هنلاقي ان الـ TONGESTON ده بيدينا الحقيقة خصائص هي ممتازة جدا تسمح لنا ان احنا نستعمله كـ IDEAL TARGET بالنسبة للـ X-ray TUBES. الحقيقة بيدينا كوانتيتي اعلى بكتير جدا من المواد الأخرى وفي الوقت نفسه بيبقى فيه مزايا أخرى زي ما نتكلم انه هو بيتحمل درجات حرارة عالية وانه هو كمان سعره ما هواش مرتفع زي الدهب.